بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بنبني مع اولادنا مستقبلهم و احنا بنبني مع اولادنا كمان منظومة قيامهم و احنا بنبني مع اولادنا كمان الحياة الطيبة في شوية امور كده لابد ان احنا نقف فيها بهداوة و نفكر فيها بتماعهم لان دوة مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفقه في شيء إلا زانة و ما نوزع من شيء إلا شانة ده في كل مواقف في كل مواقف حتى في المواقف الصعبة اللي اقول واحد منها دلوقتي لان من اكتر المواقف اللي بتبقى مؤثرة و بتبقى كمان موترة لكتير من الاهالي و احيانا بيكونوا مش عارفين يتصرفوا معاها ازاي لما البنت تيجي تقول لمامتها ان هي بتحب حد تعرفه او الولد يقول لولدته ان هو بيحب بنتي يعرفها اه انتوا طبعا مستغربين ازاي احنا بنعالج الكلام ده لان احنا في الحقيقة احنا واخدين عهد على نفسنا في البرنامج ان احنا نقدم مقترحات ومعالجات وتحليل لحياتنا احنا مش بقول ان احنا بنستخبى ولا بقول ان احنا مش نتفل رأسنا في النوم لكن احنا نناقش المسائل بوضوح و بتنور هنا بقى لما بيحصل الولد او البنت يجي يقولوا ابوهم الكلام ده وخاصة ان احنا بيمروا بفترة مراقة وهم بيمروا بفترة مراقة هنا بتتنوع استجابات المرابين تجاه الحكاية دي وحتى شوف كده بيسموها الحكاية دي فمنهم مثلا اللي بيتعاملوا بطريقة حب ايه يا ابني حب ايه يا بنتي وانتم لسه طلعتهم من البيضة فالاولاد يحسوا ان الاب والام مش فاهمينهم مش بس مش فاهمينهم انا هقولكم الشعور الحقيقي اللي بيفهموا الاولاد لما احنا بنحلل معاهم و بنقعد معاهم لان احنا قريبين منهم جدا بيحسوا انهم بيحتقرهم وبيحتقر مشاعرهم وانهم مش بيحترموا مشاعرهم بالقدر الكافي او لو اكتشفت الام ان بنتها بتكلم ولد او ابنها بيكلم بنت احنا منتكلمش في ان ده صح ولا غلط احنا دقا في الجزء ده من البرنامج يوم الاثنين بنتكلم ازاي نتعامل مش بس الاحكام الشرعية لكن ازاي الشرع ممكن يقدم لنا معالجات وحلول من ابعاد متعددة جدا جدا ده سعادة الدنيا بتتقلب بقى رأسا على عقب وخناقات ويتاخذ من بايل وتتحبس وكمان واحنا غلطانين ان احنا وثقنا فيكم كل الكلام ده بيتقال والمشكلة بقى الحقيقية اللي محدش يقدر ينكرها المشكلة ان الطريقة دي بتزود العناد عند كتير من الاولاد ويخليهم يتمسكوا بالموضوع اكتر ويحسوا وكأن الدوبامين بقى بالاثارة تحصل بقى الدوبامين يعلى ويحسوا ان حاتهم كلها موجودة في هذه العلاقة ويزيد العراق ما بين وبين اهلهم طب هو ايه التصرف المناسب اللي ممكن نتصرفه التصرف المناسب اللي ممكن نتصرفه ان احنا نكون من اهل الاتزان تخيلوا كده لو ان حضرت النبي لما جاله الشخص انا مش بقول ان اولادنا راحين دي الزنن لكن تعالوا نشوف ان موقف اللي عمله حضرت النبي مع الشخص اللي جاي قاله اولادنا مش كده خالص اولادنا مش كده احنا لازم ناخد امور بالهداوة وبالهوادة أولادنا مش في هذا المستوى الرجل الشاب بيجي لحضرة النبي وقال له طلب من حضرة النبي أنه هو يرخص له في الزنا حضرة النبي يتعامل إزاي؟ أول حاجة علمان حضرة النبي الهوادة والحكمة فالأمور لازم تتهمل بهوادة وحكمة كل ما المرحل اللي بيمر بيها أولادنا بتعدي بحكمة وبهوادة وبيوسر كل ما كان ده أفضل لصحتهم النفسية للمناعة لمنعتهم ساعات يقولك للوينس للرزينيانس للعافية والصمود النفسي بتاعهم لأن في قاعدة أساسية في التربية اتعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة بتقول إيه؟ اللي أنا بدأت بيها الكلام مع حضرتكم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة بلاش بقى تركبنا فكرة أنا أريد أن أحمد دين أنا لن يقول عني الناس أنني فشلت في تربيتكم أنا مش هتوصموني بالعار ده الكلام اللي بيخلي المسائل تحس كده إن الدم ضرب في السماء والحالة والعد أحد يجي يقول لي يا مولانا أنت اللي بتقول كده أنت كده مش هتتعامل مع المسألة بعنف أما لسه أيل حضرت النبي إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة فالرفق هو الروح الأساسية بتاعت التربية تربية من غير رفق ما تستميش بناء شخصية ومش ممكن تساعد في بناء شخصية متزنة أبدا أو سعيدة الرفق مش معناها على فكرة أنا مش بيكلمكم على إن الرفق ده معناها التسيب ولا للحلال ولا التساهل الرفق معناها الرفق الرفق معناها تلات معاني القرب والتواصل وفي نفس الوقت الرفق قرب وتواصل وحنان معقولة أبقى حن على واحد كده آه 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 زي ما حدت النبي حن على كل الناس اللي كانوا بيتحولوا وبيتغيروا وبيستقبلوا حياتهم وبيتغيروا من حاجة لحاجة يبقى القرب ده لازم يكون موجود والتفهم والإفهام بلطف اللطف لما أولادنا بيدخلوا على سن المراقب يبقوا عايزين يستكشف كل حاجة وبنفسهم يعني ما ينفعش إن واحد يحكي لهم هم بيحاولوا يتعرفوا على العالم من حواليهم بنفسهم ومن ضمن الحاجات اللي بيبقوا حرصين إن هم ما يكتشفوها ويعرفوها بنفسهم معنى الحب وكل ما كنا محوطنهم أكتر من محوطين عليهم عارفين الفرق؟ يعني قريبين منهم مش إيه؟ مش عاملين سياج عليهم كل ما المرحلة دي بالذات المرحلة دي بتمره وتعدي بسلام وكل ما أدأنا كان أداء فعالي وأدأنا أداء مفرط كل ما فوتت علينا فرص للنضوج إن إحنا نبقى نطجين وإحنا بتعامل للمعدامة أولادنا في جيل زد وطبعا إحنا مستقبلين جمعين جيل ألفة وخاصة في جيل زد في أشد الاحتياج للأم الصديقة والأب والأب الصديق لأن الاستقلال هي سمة جيلهم منهم وصغيرين عارف استقلال يعني إيه؟ استقلال يعني هو يستطيع أنه يصل للمعلومة بمفرده فهو استقلال في المعرفة استقلال أنه يستطيع أنه يتصرف لوحده ينزل يستطيع أنه يسحب من حاجة ويعمل حاجة واستقلال يستطيع أنه يتواصل مع الناس براحته كل الكلام ده كان بيحصل عن طريق الأباء والأمهات هم اللي بننظموه لهم إزاي علاقتهم بالناس ويعرفوهم إزاي وممكن يدخل ويتعرف على الكمينكشن سكيلز ويطبق ده ويتعامل مع ده فالاستقلال ده الاستماع الأساسية فيهم فأولادنا في عصر السوشيال ميديا وما بعد السوشيال ميديا أنا عندي حاجة اسمها طبعا بجانب الميتا فيرس أنا كمان بحب أتكلم عن حاجة اسمها سبيشيال ميديا كل واحد بقى عنده الميديا بتاعته فإحنا في أشد الاحتياج للتفاهم إن الأم تتفاهم والأب يتفاهم لأن العالم مفتوح ومحتاج أين معاهم رحيم أتعلمهم الحياة وتعلمهم قيم الحياة وتساعدهم إزاي يختاروا باتزان وبوعي مش أين تحكم عليهم وتحطهم أكتر حاجة شفتها دلوقتي الأولاد يعني بيعانوا منها هي فكرة الأحكام الأولاد ما بيقبلوش حد يحكم عليهم لكن بيقبلوا حد يشاركهم وحد يصحبهم حد يكون معاهم مش حد طول الوقت لما يعملوا غلط يحطهم في النوت الزون بس حد النبي ما عملش كده مع سيدنا أنس لما قال خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي لي شيء فعلته لي ما فعلته أو لي شيء انتركته لي ما تركته فأولادنا عطشانين للتفاهم عطشانين إن احنا نسمعهم علشان نحس بيهم محدش يقول لي أنا فاهمهم ويبقى هو فاهم إنهم عيال متفلتين أنا آسف وعيال صايعا لا مش هو ده التفاهم خالص لازم نتفاهمه عشان يحسوا بالأمان حسوا بوجودهم معانا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلم الصحابة بالحب يقول لي سيدنا معاز يا معاز إني لا أحبك طب إيه بقى هيجيب له الدرس بعد ما قاله إني لا أحبك فلا تدع بعد دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلما نغمس نصيحنا ونعلمها الأولادنا بالمحبة قلوبهم تكون مفتوحة أولينا لتقبل الكلام سيدنا معاوية بن الحكم السلمي بيحكي إنه وصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي أحد الصحابة عطس عطس رجل من الصحاب وإحنا في الصلاة فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم قعدوا برأوله يعني برأوله واحتدوا فحس بكإن شرار طالع منهم فقلت واسك لأميه ما شأنكم تنظرون إلي بيقول لي فجعلوا فهو مش يسكت فقال لهم يعني أنت بتقولوا إيه بتعملوا كده ليه فبيقول لك فجعلوا يضربون إيه بأيديهم على أفخاذهم يضربوا يعني خبطوا بأيديهم على أفخاذهم فعرفتوا أنهم يصمتونني بيسكتوني يعني هو إيه هو قالوا يرحمك الله فردوا عليه رح ردت عليهم يعني فبصولوا فرح ردت عليهم المسألة كده إيه الصلاة بوس فعرفتوا أنهم يصمتونني فقال عثمان فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت قال فلما صلى صلى الله عليه وسلم صلى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولي بقى سيدنا معاوية حكم السؤلم يقول بقى أبي وأمي ما ضربني ولا كهراني ولا سبني ثم قال لي إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يعني وهو بيقول الندوة للألوحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أهم حاجة إنه حس بقيمة المعلم لما تعامل معه برفق شوف جماهير الصحابة كل الصحابة تعاملوا معه زي وحابة النبي تعالى عشان يعلمنا إزاي نتعامل معه مثل هذه الأحوال وزيك من أهم الحاجات اللي ضروري لنعلمها لأولادنا هو معنى الحب نفسه يعني نبتدعلمهم معنى الحب نفسه عشان ما يبقاش الحب محصول بس في الحب الرومانسي أو الحب ما بين الجنسين ده يخليهم في بعض الأحيان مش محتاجين يتعرفوا عن الحب بطريقة إكستريم طريقة فيها حالة من حالات التطرف فمفهوم الحب من المعاني المركزية اللي بتدور عليها حياتنا وحياة أولادنا حتى إن احنا بنعلمهم إزاي يحبوا الحياة فالحياة أصلاً الركن بتاعها الحب لإن ربنا خلقنا لإنه يحبنا ليه طيب لإنه ما فيه سبب ربنا سبحانه لا يخلقنا علشانه أو هو ما فيه سبب بيحفز ربنا لا فيه علة لكن احنا نفهم خلقتنا أن الله خلقنا وخلقتنا دي تمبناها الحب يبقى إذن فالعلاقة التي بيننا وبين الله هي الحب حتى قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله فنبدأ من بدري نفهم أولادنا مفهوم الحب فيتكون عند أولادنا مفهوم راقي ويتصاق جواهم من هما وزيارين جدا جدا يعني يبتدي بالمفهوم من بدري فلما يبتدي بالمفهوم من بدري يسكنهم وما يحصل لهم مش حالة من حالات الجوع العاطفي فيبقى جواهم مليان بالحب فما حدش يلعب بيهم أو هما ما يبقاش محتاجين يكتشفوا الحب لأنهم عارفينه فلما يجي ما يبقاش الحب مفهوم مشوه فبيتكون ديهم إن هما يشوفوا يشوفوا حب الأب والأم فيتعاملوا مع بعض مع الأب والأم بحب فيكون ده تطبيق عملي لحب الأب والأم لأولادهم عشان يعرفوا مفهوم الحب الواسع ويتعاملوا كمان مع أولادهم بحب ويكرروا إن هما بيحبوهم ويسمعوا الأب والأم بيقولوا لخلاتهم بيقولوا لأصدقاءهم بيقولوا لكذا إن هما بيحبوهم فيفهموا إن مفهوم الحب ده واسع فما يتأخرش تعرفهم على مفهوم الحب فإيه اللي يحصل فلما ييجي بقى المراقة ما يبقاش عندهم تشوف شديد جدا 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 للتعرف على مفهوم الحب عن طريق الجنس الآخر لذلك مفهوم الحب من معاني المهمة جدا جدا إن احنا نكون مركزين إيه دا؟ يعني انت جعلت إن مفهوم الحب دا هو العلاج أيوة ومش بطريق الدا فداوني بالله تهياد داو أنا في كتير من أحيين بعيد إن أولادنا بيبقوا متشوفين للحب الرومانسي إن هم ما خدوش مفهوم الحب من أول يوم في حياتهم بطريقة صحيحة إزاي بقى نشكل مفهوم الحب جوا أولادنا لأنه بيحدد نظرتهم للحياة على فكرة واختياراتهم في الحياة وبيشكل علاقتهم وعلاقتهم حتى بربنا لازم نقرر دا إن احنا نعمل دا فمثلا لما نتعامل مع أولادنا بالتفاهم ونغزيهم بالاهتمام ينعكس دا على نظرتهم لنفسهم ونظرتهم للآخرين فهي بواقسقين وعندهم إحساسهم وعندهم إحساس بالنقص ولا بالحلمان ولا بالجوع فمحدش يبتزهم عاطفين أو يتلاعب بمشاعرهم ومش أي حد يقرب منهم يحسوا حواليه بمشاعر لأنهما عندهم حضن وعندهم عاطفة وعندهم إحساس وإني وجدت حاجة غريبة جدا جدا إن أكتر الناس المحرومين من الحرومين بينحرفوا في مسألته وبيكون إرادتهم لتعرف على الحب بدري قوي وكأنهم بيدوروا على حاجة أنا بسميها دايما بالاحتواء البديل فيتعرضوا للابتزاز لقدر الله لما الأب والأم العلاقة بينهم بتكون ودوا محبة واحترام بيترسق جول الأولاد نموذج راقي لمفهوم الحب لكن لو كانت العلاقة للأسف علاقة مش جيدة وممرسوش فيها غير العنف بيتشوه مفهوم الحب عند أولادنا ويبتدوا يتعرفوا مفهوم الحب بطريقة غير سليمة نعمل إيه بقى عشان إحنا نقدر نوصل بعد الكلام اللي احنا قلناه ده تشوف حضرت النبي كان بيعلم أولاده وهم وصغيرين الحب بسلاسة جدا جدا حضرت النبي يضع سيدنا الحسن وحسين على فاخذي ويقبلهم فإن اللي حاصل فيبقوا فاهمين مفهوم الحب ففهمهم مفهوم الحب من هم وصغيرين فقال ولما جي الرجل قال له أنه أنت بتقبل أولادك كالرزول الله بيغزيهم بالحب فلذلك إلا حاصل قال له ماذا أفعل إذا كان الله قد نازع الرحمة من قلبك وكأنه بيقول له أنت هتسبب لهم مشقة في حياته كونك ما بتقبلش أولادك وما بتحتضنهمش ومتعلمهمش الحب هتبقى فيه مشاكل كبير أهم ثلاث حاجات ممكن نعملها عشان نقدر نحصن أولادنا حاول تعيش مع أولادك دور الصديق اللي مصاحب أولاده ما تلقنهمش المواعظ وما تكترش عليهم أن أنت تسمعهم الكلام اللي بيوجعهم واللي بيضيقهم لكن أقرب منهم دايما حاجة تاني حاجة اقرأوا سوا عن إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الحب مع أولاده ووحكوا لهم احكوا لأولادهم عن حب الرسول اللي يصل وإزاي الحب ده كان عنصر أساسي في كل العلاقات الحاجة التالتة والمهمة اتكلموا مع أولادكم بهدوء وعرفوا إيدا وفعهم وكلموهم على أنهم ما اتأثرش حبكم ليهم بأنهم وقعوا في المسألة دي وكلموهم كلام مفتوح اطراحوا عليهم الأسئلة وخليهم يكلموكم وإذا أنتوا مقدرتوش توصلوا ليه حل معاهم أنتوا محتاجين تسألوا خبير ولو سألتوا الخبير هيقول لكم كلام مهم جدا زي أن أنتوا اسمعوهم وتابعوهم ومحدش فيكم أبدا يعقبهم لأن العقابة هيخليه يميل للطرف الآخر أكتر أنا شايف أن كل ما نقرب منهم كل ما في بعض الأحيين هيعرفوا أن احترامهم من قيم الأسرة واحترامهم من قيم بيتهم هتكون حسن لهم استمروا في هذا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في سلام وأمان على الدوام بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم ببركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي منتلقى عليها أسئلتكم مباركة وتعليقاتكم وكل مشاركاتكم اللي احنا بنسعد بيها وبنتمنى دائما إن احنا نكون مع بعض على الدوام وكمان بنخصص لها لأسئلتكم وقت نجاوب عليها إن شاء الله وأول اتصال ناخده من السيدة صفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي بخير الحمد لله وفضل ونعم عمل أخبار سيادتك أخبار حضرتك فضل ونعم والله احنا بنشكرك على البرنامج الرائع والمعدين وكل القص بتاع البرنامج الله يرضى عنك الله يبرك شكرا حضرتك شكرا جزيلا اتفضلي يا فرم أنا عندي مشكلة بس مع يعني جز بنتي تعيبها جدا 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 يعني بقالها 11 سنة متجوزة ومعها يعايل ولد يعني ولد عشر سنين وبنت سبع سنين منص وما بيرضاش يصرف حضرتك وخالع ايده من المصريب بس مش العشر سنين لا ده هو سنتين ثلاثة دلوقتي يعني هو يعني هو تسع سنين من الحداشر سنة كان بيصرف واخر سنتين هو المصريب يعني يعني بسيط وبيسافر في الزوغد خمس سيام اربع سيام بيسيب لها مصريب لكن دلوقتي لا طيب ما فيش ولا ولا اي حاج فين سؤال حددك حاجة صفاء سؤالي ان دلوقتي هي يعني تعبت تعبت ولو يعني ما فيش حد راضي يعني بابا استرك وكلمه قبل كده يعني جي يكلمه وقال لأدبه قال لأدبه ورطع عليه الشوت فما ينفعش يعني لا حاول لا قوت اللي بلا طيب 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 قوليلي أنا سؤال حددك وحرمنا منها تيجي نشوفها ولا هي تشوفنا يعني ولا احنا نروح لها ولا هي الجنة بقالها ثلاث سنين طيب وحضرتك احفادي برضو ما شفتهمش بقالي ثلاث سنين منه وحرمني منهم وبيعذب البنت بيعذبها وبيقول لها رجعت الشغل أربع خمس شهور معذبها فيهم قعدة عصر سنين تاخد أجازات ودلوقتي حضرتك بيضربها وبيهنى وعايز ياخد نصر راتب طيب انت حضرتك بتسأليني على طيب حضرتك هي تطلع منه ولا ترفع خلق ولا تعمل أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك يا أستاذ صفاء والأصفال اللي أنا محرومة منهم أحفادي دول أحفادي دول وبيدرزاص يتواصل معنا قالوا مع أن إحنا ما عملناش شي حاجة أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك يا حاجة صفاء أول حاجة هي بتسألني بتسألني بنتها يا حاجة صفاء بنتك ما تطلقش ما تطلقش قولاً واحداً بنتك تجيب زوجها ويجن على مركز الإشارات الزواجية قبل ما حد أي حد يفكر في مسألة الطلاق لازم يفكر فيه بين وبين مرحلة الطلاق دي ثلاثة أربع حاجات فما حدش كده أول ما يجي له على باله اللي أنا تعبت وخلاص والدايتة نروح نطل لا الكلام ده ما يحصلش والكلام ده وتمالوش دعوة بالدين خالص حتى الراجل نفسه لو زي متلاعب بمسألة الطلاق هو آثم لأن فيه نهي لا يفق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق الراضية منها الآخر كذلك والمرأة وفيه حاجة اسمها الصبر فحاجة اسمها أن الشخص يبقى عارف أنه هو لما بيدخل علاقة احتمال العلاقة ما تكونش على هواه ولا على كيفه طب أنا بقولك بقول لي بنت حضرت تصبر على أنه هو بيأذيها أو بيضيقها أو بيهنها أو بيهين أهلها لا طبعا عشان كده قلت يتفضلوا عشان نقعد نتكلم لأنه ده كله أظن تراكم كتير جدا 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 ما ينفعش أتكلم فيه على في اتصال لمدة دقائق لازم نقعد وندرس المسألة بشكل واضح الحياة التانية حضرتك بتقولي أنه بيحرم بيحرمها أنها تيجي لا يجوش شرعا أنه هو يمنعها من ثلاث سنين من زيرة أهله هذا حرام وهذا حرام وبيوقعها وهو حرام لأنه لا يجوش شرعا قطع الرحم وهو بهذا يتحمل إثم كبيرة فهو ما ينفعش أنه يعمل كده الحاجة التالتة كمان أنت من حق تشوف أحفادك لأنه واجب أحفادك عليهم أنهما يبروكي وعشان كده إيه اللي حاصل يبقى هو كمان ما يجوش أنه يمنع أحفاد أولاده من زيارة جدهم وجدته يبقى إحنا نتقل الله سبحانه وتعالى في ده واللي أنا بقول لغاية ما نشوف بعض أنه إحنا نتكلم ببساطة خالص على أنه إحنا عايزين نتعامل مع بعض باحترام ولغاية ما نروح للخبراء ويقولوننا إزاي عن فك التعقيد اللي في علاقتنا العلاقة بس مؤقتة ومحتاجة تتحل وفي حلول كتيرة جدا 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 لهذا التعقيد الحج محمد يتفضل أليس أكثر إزاي الحمد لله وعليكم وعليكم السلام وعلى الله بركاته لا يسأل حالك يا حاجة تأمل ليه فضل ونعم يا حج محمد معلش بقى أنا بقول لحضرتك أنا عندي جارة إتناجه تركيديك قبل كده حضرتك طيب عندي جارة إيد ونجس آه أنت حضرتك كلمتني قبل كده وحنا طعبان نفسيا جدا 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 ما أصل ما أصل في الفروض بدأت ربسط ولا طعبان نفسيا من من الغلطة من أثر الغلطة وما أصل في الفروض لا بعضي سنين على كده بعدين أنا عندي عندي حجة عندها برضو ثنين مشابهين سنة وأنا عندي ثمانية مشابهين طيب طيب أنا أقول لحضرتك تعمل إيه يا حج محمد طيب بص يا حج محمد إحنا دلوقتي عندنا مصارين المصاري الأولاني إن إحنا لما بنكبر بنبقى عندنا العشن بيزيد لما بنكبر في السن العشن بيزيد توقعاتنا بيزيد بيزيد إن الكل واحد فينا منتظم التاني إن هو يحن عليه أكتر هي منتظرة إن إنت تحن عليها أكتر لإن هي عارفة إن هي كبرت في السن وبعدين صحيتها مش مساعدها وإنت طبعا عشان الجلطة والحاجة اللي ربنا يجمع لكم بإن تمام الأجر والعافية إنت كمان عاشمك عاشمك زايد فيها دايماً بقول العشم لا يمنع من المسئولية كونك إنت عندك عشم لا يمنعك من المسئولية طب وإيه الحل الحل البسيط إن أنا بقول لكم دلوقتي الامتنان إن كل واحد فيكم يشكر التاني على وجوده في حياة التاني إن كل واحد فيكم يحمد ربنا على وجود التاني في حياته لإن أنتوا عشتم مع بعض حياة طويلة وجميلة فأنتوا لو عملتوا كده امتنتوا البعض في حياة كتيرة عتتغير يبقى الحل الحل اللي في إيديكم دلوقتي إن أنتوا تمتنوا البعض ده المسار الأولان أمر التاني إنت حاول بقدر الإمكان لو كنت مش بتقدر إن أنت تصلي الصلاة مع بعض ممكن تجمع ما بين الصلاتين عمل بحديث سيدنا عبد الله بن عباس إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمع بين الصلاتين في غير سفر ولا مطر بس تجمع بينهم ما تقصرش يعني تخلي تصلي الظهر والعص في وقت الظهر أو في وقت العص وتصلي المغرب والعشة في وقت العشة أو في وقت المغرب خلاص الحاجة المهمة كمان المسار التاني بقى المسار التاني المهم اللي عندنا هو مسار لو إن حضرك تعبان نفسيا ليس هناك عيب إن حضرك تستعين بدعم نفسي وده شيء مهم جدا 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 لازم تعرفه ولازم تحاول إن أنت توصل إليه بشتى الطرق ده شيء مهم جدا 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 نعم السيدة ممصطفى تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام راح أطلب بركاته أولا بذكر حضرتك جيبنا على البرنامج ده وإن شاء الله كده يكون في ميزان حسنات ممكن نعلي صوتنا بس أهو اتفضل يا أستاذ المصطفى بذكر حضرتك على البرنامج ده جدا الله يبني وإن شاء الله كده يكون في ميزان حسنات حضرتك وفريق الأعداد كله يا رب وإن شاء الله كده زعوة للولاد كده إن ربنا يجيهم وصلح حالهم ويجعلهم من الأبرار يا رب كده المهتدين المتقين يا رب ربنا يشع صدرهم ويجعلهم في أمان ويجعل النور نصب عيونهم ويفتح لهم طريق الخير وينوشئهم التنشئة الحسنة ويجعلهم إن شاء الله من أهل الخير ويفتح لهم أبواب الصراط ويفتح لهم كل طريق الصراط المستقيم على الدوام يا رب العالمين الله معاين أمستاذ حضرتك أنا يعني إيه أنا أكلم عن نفسي أنا نشأت تنشئة اللي هي ماما يعني والدتي بذلت أقصى جهد إن يكون فيه حنية أو عاطفة معينا يعني في علاقتها بينا بس بابا الموضوع ده ما كانش لا يرحمه ما كانش ذوق همية عنده فما كانش فيه عاطفة شديدة من ناحية فأنا نشأت في التنشئة دي فأنا هل في حاجة ينفع أرممها في نفسي إن أنا أخلي أولادي البنات والولاد برضو ما ينفعش يعني ما يطلعوش عندهم احتياج عاطفي للنقطة دي خاصة أن والدهم برضو ما عندوش العاطفة مهمة أوي كأننا عندنا منوال بيتكرر يعني أو يعني عندنا منوال بيتكرر فأنا أقول لحد ذلك تعمل إيه حاطر أستاذة أم مصطفى أول حاجة لازم لازم ترمميها في نفسك أترمم الشعور ده في نفسك بثلاث حاجات أول حاجة إن ده كان مقدار الوعي بتاع والدك يعني مثلا أسألين مثال أنت لو ما بتعرفيش تعملي مهارة معينة أو ما عندكش مهارة معينة في عمل معين في المنزل مش قصد الأكل والشربة عشان ما تقوليش إن احنا بنبتزل مسألة لكن ما عندكش مهارة إن انت تتعامل إزاي إزاي ما حادك بتسأليني دلوقتي حادك كنت شطرة وسألتي باباكي ما سألش ما سألش بقى لإنه مشغول ما سألش لإن ده شخصيته كده لكن في الآخر خالص اللي هو مرسه مع حضرتك ده ده كان مقدار وعيه يعني هو ما كانش متعمد إنه هو يعمل كده معاك ده مقدار وعيه وساعات بيبقى وعيه عكس الإيجابية يعني هو شايف إن البنات يتشد عليهم عشان ما يطلعوش تلفنين زي ما يشد على أولاد عشان ما يطلعوش ما يصين كده بالضبط كده فهو دلوقتي ده اللي عنده الباعث جيد التنفيذ سيء يعني الباعث الحفاظ عليك كان جيد أنا بعمل ده دلوقتي بفهمك بوريك المسألة بصورة تانية مش بعمل إيه مش ببرة ليه قسوته عليك أمر التاني والمهم إن اللي عمله ده عد خلاص مين اللي بيجدده حضرتك هو عد خلاص تلك أمة قد خلت خلاص انتهى اللي عمله ده انتهى الحاجة التالتة والمهمة مش مهم هو عمل إيه المهم أنت بتستقبليه إزاي وبتتعامل معاه إزاي أما إن حضرتك على مستوى الوعي ده قولي لنفسك بشكل واضح وصريح إن أنا أدر أقف قدام ده وأعتبر شيء أكسبني خبرة ونور طريقي وخلاني سألت السؤال ده عشان أولادي فيبقى أنت تعلمتي درس مهم جدا 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 بتسأليه عشان أولادك إيه اللي تأمليه بقى عشان أولادك؟ تلات حاجات برضو أول حاجة لا لا تؤكدي على تجاهل تجاهل أبوهم لهم بل تحاولي تجذبي أبوهم ليهم دايما ولو حتى خمس دقائق ولو حتى عشر دقائق في اليوم ولو حتى أنت اللي تتصل وتطمن على فلان عشان كذا يبقى أول حاجة اجذبي والدهم إليهم تاني حاجة اعملي الجسور بينهم وبين والدهم اخترع الأشياء اللي هم يروحوا وعارفة أن والدهم شاطر فيها يروحوا لأبوهم فيها تالت حاجة لما تيجي تعملي الحاجة اللي ما كان والدهم دايما تكوني بتعمليها مش أن أنت بديل عن أبوهم لكن بتعمليها بنفسية المرأة ما تعملاش بنفسية الرجل عشان أنت نفسك ما تستهلكيش وتعملي ده فاتورة على جوزك لكن أعمليها على أن كنت الأم ومع الحاجتين اللي أنا قلت أقول لكم لحضرتك دولة دولة أدوات ترميم مهمة جدا 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 يبقى جذب الزوج بالعمليتين الأولانين ولما تيجي تعملي حاجة أعمليها كامرأة ما تعملهاش كرجل لأن أنت لو عملتها كرجل مش هتطلع صادقة والأمر الثاني كمان بتايق جدا جدا من الستات اللي بتقول أنا كنت ليهم أب وأم أنا موافق أنها بازلت ده لكن مش موافق أنها تكون رجل الستة تفضل ست والمرأة تفضل مرأة وجمالها وروعتها ودورها أن الأم تفضل أم صحيح بتسد في حالة التوارق بس مش مطالبة أنها تبقى راجل لأنها لو بقت راجل بعد شوية عارفين إيه اللي بيحصل تتحول الأم إلى أم ناقدة وتحرق في ولدها وتخصب من ولدها لا خليك يأم طب والفقد اللي عندهم الفقد اللي عندهم ده ممكن يتحول إلى فرصة لأنهم يبقوا رجالة ويبقوا عندهم اعتماد وممكن واحد منهم يتحول لرجلك بعد شوية لكن أنت لو كنت ليهم أب وأم احتمال كبير جدا جدا يتعلموا الاعتمادية نعم أستاذ زينب تتفضل أستاذ زينب من المنفية تتفضل أستاذ زينب سلام عليك يا دكتور عم عليك وسلام عليك كنت عايزة تقال حضرتك عن علاج قسوة القلب طيب أجاوب حضرتك وصيق في سؤال تلي حضرتك عايزة تقالولك طيب تفضلي إزاي الواحد بيقض ربنا عشان خايف أنه نخش النار وبيقض ربنا عشان خايف يخش النار إزاي الواحد يوصل للمرحلة دي أنه يحب ربنا له هو اللي عايز جنع واللي عايز نار ويبقى عنده مقنون كده يعني الواحد يعني بيصلي ربنا عمضنا نصلي نصلي أكلم حضرتك على طول عن الحاجتين دوله حاجتين مويمين جدا 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 أول حاجة علاج قسوة القلب بتكون أول حاجة بأن إحنا لازم يبقى عندنا ثلاث معاني معاني الأول هو افتقار إلى الله ما فيش حد مستغن ولا حياته مستقلة ولا بيصرع الناس ولا حاسس أنه لوحده وحاسس أنه بيعيش بحوله قوته فيحس أنه بيعجز وحس أن الناس اللي بتقصوا عليه لا 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 خالص إحنا مفتقرين إلى الله لازم لنعمل إيه؟ نحس أن كرامتنا عند الله في الضعف اللي عندنا والإفتقار إلى الله نحن ضعفاء في حضرة مولانا ونحن فقراء ولازم نبقى عايشين ده بسلام يعني الده يكون عندنا بسلام لما حد يجي 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 يقول لي ضعيف أقول له لأ وبقى عنيف لا لا أنا ضعيف خلق الإنسان ضعيفة فلازم أتعامل مع فكرة الضعف فكرة باحترام ولازم أتعامل كمان مع مسألة مهمة جدا وهي مسألة الإيه؟ مسألة الافتقار إلى الله فلازم أكون مفتقر إلى الله فالتنين دول حكتين مهمين جدا جدا يحصل إيه بقى؟ فيه أدوات كتيرة بقى للعاش بالافتقار إلى الله أول حاجة ببساطة خالص كسرة الدعاء وكسرة الالتجاء إلى الله والمناجاة وإن الإنسان طول الوقت طول الوقت يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية عدم المقارنة ما قارنتش نفسي بأي حد ما قارنتش نفسي بأي حد لو أنا عايزة بقى مش قاس القلب أكتر قاسة القلب تأتي من المقارنة إبليس قاس قلبه لما قارن نفسه بأدم وعشان كده عايزة قلبك يرئ سيبك من المقارنة تالت حاجة عشان قلبك يرق لازم تتعود تخدمي الناس وتشوفي خدمتك للناس يا خدمة لله التالت حاجات دي ترقى إلى القلب أمر الثاني إزاي أعبد الله سبحانه وتعالى وأنا أحبه طول الوقت طول الوقت أستمر في العمل أداوم عليه كل ما داوم على العمل بس بشرط إن كل عمل بعمله أحطله معنى جديد يعني نفترض إن انت دلوقتي تروح تصلي صلاة العص فصلي صلاة العص بالمعنى اللي انت فيه دلوقتي المعنى اللي أنا فيه دلوقتي إن أنا عايز أتعلم فروح يصلي صلاة العص وانت بنفسية اللي انت عايز التعليمي ربنا هيفيد عليك بالنور هتصلي صلاة المغرب بس صلاة المغرب حستي شوية بإن انت من دايق فروح يصلاة المغرب على إنها هتفرج عليك هامك كل ما تعملي دا وانت بتستمر في العبادة وكل عبادة يكون لها معنى كل ما العبادة هستحلو في قلبك أهم حاجة كمان إن انت ما تسمعيش كتير أي كلام بيكلمك على إن ربنا متربص بيك لا ربنا سبحانه وتعالى مددك ربنا سبحانه وتعالى فتحك فاسمعي كتير عن جمال ربنا ولطف ربنا وكرم ربنا مش بس عشان إحنا حتى لما إحنا بنخاف من عقابل إحنا بنخاف إنه لا يرضى وعشان كده إحنا نعمل كده وكل ما نعمل كده كل ما ده يتغير في قلوبنا آخر حاجة نصحت ليكي إن انت تصلى على حضرة النبي كتير قوي وتتعرفي على حضرة النبي كل ما تتعرفي على حضرة النبي أكتر سبحان الله كل ما تعرفي حضرة النبي أكتر كل ما تحسي إن انت بتحب الله وما بقت حياتك مش هي الخوف من النار وطلب الجنة لا طلب الله وانت مع الله سبحانه وتعالى بتبقي مطمئنة إن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك ويبقى حسن الظن عندك هو الباب الذي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى يا سيد احنا نتكلمنا النهاردة سبحان الله آخر سؤال كان السؤال عن الحب وإحنا كانت حلقتنا النهاردة لو حد من أولاد يجي قال لنا نحب قلنا إن احنا نوسع مفهوم الحب وكل ما نوسع مفهوم الحب وكل ما نسمع أولاد وكل ما نكون قريبين معهم كل ما نكون عندنا رفق بيهم وكل ما فتحنا معهم الحوار وكل ما سألناهم أسئلة حققية وكل ما قدرنا مشاعرهم وكل ما حاولنا إن احنا نخليهم يفكروا في مشاعرهم بشريط البالغ وبحكمة كل ما أولادنا استطاعوا إنهم يعدوا المرحلة دي وإحنا جنبهم وساعات بتكون المرحلة دي نقطة فارقة في علاقتنا بأولادنا لإن إحنا ما تزدش سقطنا بيهم وكمان حبنا ما تأثرش بالعكس حبنا زاد لما عرفنا إنهم محتاجين لنا في وقت في أحواج ما يكونوا محتاجين إلينا بس ده نملتزم بمعيار الحب ولادنا لو كم قالونا إنهم بيحبوا وإحنا كمان محتاجين إن احنا نعبرهم عن حبنا ونكون سبب من أسباب دعمهم وسبب من أسباب الرفق بيهم وخرجهم بأسر من هذه المرحلة يا رب جعلنا مدداً وسبباً من أسباب هداية أولادنا وبصيرتهم ودخولهم عليك بمنظومة من القيم على رأسها الحب والرحمة والخير والجمال يا ذا الجلال والجمال اجعلنا دائماً في أحسن حال يا رب العالمين